السلام عليكم السلام عليكم طلاب اليوم الخامس في الخصائر المحولة الخصائر اما تكون 4 or R-LOS اللي هنا عندي قلب تلف حول الملفات فتكون جزئين R-LOS الخصائر هستيرية و EDC اللي هي سبب سيارات الدوان هذه الخصائر الادة الخون الثابتة خطي لود غير اللود هي كمية الثابتة النوع الثاني من الخصائر هو الخصائر المخاصية بالترانسفورمر موجودة من الفات هذه الملفات من الكوبر ومربيها تيار طبعا فنتيجة هذه الملفات ستنتج عنها الخصائر المخاصية الخصائر المخاصية تفسب من مربع تيار بالتعامري في المقاومة زائدين خصائر المخاصية ونجمعها مربع تيار بالتعامري في المقاومة أو نأخذ مربع تيار بالتعامري ونضربها في المقاومة الأكوبيلنت أروان أكوبيلنت فهنا نقوم بالتعامري ونستطيع نفعل نفس الشيء بالتعامري ها الخصائر ها الخصائر في الشيش يقف الترانسفورمور الكفاءة الترانسفورمور نحسب هات الأوطوط على الأنفوط الأوطوط على الأنفوط الآن نعمول بالتعامري الآخر فقوم بالتعامري ثم يدعم الآخر الآخر اrage المحددة الزاعتين التوتا لوسل هي شينيه الكوبر لوسل زاعتين الايرن لوسل جزئينها هاهي التوتا لوسل طبعا هم الكفاءة من الكيلوهوت امير في الوار فاكتر ينطيني الوار نفس الشي هنو الكيلوهوت امير في الوار فاكتر totally loss هي الكوبر الروس زاد الارلوست الكيلوهوت امERE اذا بقيمتي لUCKW يعني ما ضربناها بال الم معنات هذه الموارتنا نأخذها بال الوارت واذا حولناها هنا نضرب في اله في الارتبوت لاجب انها الموارتنا نحسبها او نck! اضحاء بالوعب احنا نتبه الشرق الوحدة فقط نتبه طلع بهذا الاشتقاء بالاطلاع ما مطلوب منكم فقط نركض على الاختار ناخذناه بالدك الـ يعني احنا هذا الشرط انه الخسائر المحانطية هي نفسها الخسائر الحديدية ابص من عظلở الـ 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 مربع تيار السيكوندري في الـ R2 Equivalent هذا هو شرط الـ Maximum Efficiency التيار بالـ Maximum Efficiency يساولي يعني هذا التيار فقط لـ Maximum يساولي تحت الجذر WI اللي هي Iron Loss على الـ R2 Equivalent هذا هو الـ I2 corresponding to Maximum Efficiency نفس الشيء كالفولت أمتير هم رح ناخذها لـ Maximum Efficiency الشي ساوي الـ Full Load بالـ Full Load في تحت الجذر الـ Iron Loss على الـ Full Load هذا قانون كالفولت أمتير لـ Maximum Efficiency يعني هذا القانونيين والشرط اللي قبله خاصة بالـ Maximum Efficiency هنا هنا قدنا الكفاءة إذا أريد نطلحها لـ A-Lod أو أي حمل ثاني يعني الحمل هنا يتغير الكفاءة الساوي نحن ذكرنا البداية من قبلنا Output هو في الـ Full Load إذا تغير الحمل أو حمل صار تغير هنا نضرب في Factor X Output أيضا هنا نضرب بالـ Factor X الـ X يتمثل Ratio of Actual to Full Load كالفولت أمتير يعني هنا الـ Load الجديد يعني اللي نريد نطلع للكفاءة من الـ 6 إلى الـ Full Load اش قد من الـ 6؟ مثلا ناخذ الـ Half Full Load يعني نصف في الـ Full Load فنضرب الـ X اش راح تمثلني نصف نضرب الـ Output في نصف ونفس الشيء هنا بالنسبة للمقام Output نصف في نصف نضرب الـ Aero Loss كنا نضرب تغير الـ Load وهو يبقى كونس بقى الـ Cover Loss هنا ليش نضرب في نصف؟ لأن هناك تيار عندي Volt فالتيار هو راح يعتمد على الـ Load فنضرب في نصف أو في X اخذت مثال نصف بس هو احنا ناخذ X لش قد هو نسبته بالنسبة لـ Full Load نضرب في X اذا هنا عندي تيار فقط بالـ Cover Loss ادي مربع تيار فنضرب في X تربية هنا الخسائر من الخاصية تتناسب وي مربع تيار فقيمة الـ X راح نربحها حتى يطلع لنا الـ Cover Loss بالـ Load الجديد وي تطلع للمنزل تظهر وي تطلع للمنزل وي تطلع للمنزل and not on phase angle between voltage and current. It is independent of load power factor. That is why rating of transformer is in kil volt ampere and not in kil was. هنا ليش الrating لالتransformer ينطيب بالkil volt ampere؟ نذكر بالأمثلة السابقة ينطي الrating لالترانسفورمر بالkil volt ampere. الخسارة المحاصية تعتمد على التيار والايرن لوس تعتمد على اليمن الولتية هنا تعتمد فقط على الولتية والتيار فقط على قيمهم يعني ليس على الزاوية بين الولتية والتيار نحن نعرف الkil volt ampere هو قيمة التيار مضروف بالولتية فقط. في حين اللي هو أول كيلوات هي بولتية التيار في الورفاكتر. يعني هنا الكيلوات داخل بها الفيز انجل اللي هو الورفاكتر. بما أن تعتمد فقط على الولتية والامتير وما تعتمد على الفيز انجل بين الولتية والتيار ذلك تنقص بالكيل volt ampere وليس بالكيلوات. المثال 14 600 كيلووات ampere single phase transformer has an efficiency of 90% both at full load and half load at unity power factor determine its efficiency of 60% of full load at 0.8 full load هنا يريد الكفاءة إذا يكون 60% من full load ومنطي power factor 0.8 إذن إش منطي معلومة منطي 600 كيلوووات ampere هالي full load ومنطي كفاءة 98% هاي القيمة تنسلي الكفاءة بالfull load والhalf load مستويات يعني الكفاءة والunity والورفا ترعي من المستوي اللي هو واحد زين إحنا بما أن نريد نطلع الكفاءة طبعا اللودي الجديدي اللي هو 60% من full load نحتاج إلى lost نستفاد من قيمة الكفاءة خانون الكفاءة اللي هو X هاي اللي هي قلنا الفاكتر في كيلووووات امبير في الفاكتر خصان الزار على الآوت طبعا هالي مثيل زا إذن في X تربية لأن احنا قلنا نضربها في X تربية في 100 هاي شنو قانون الكفاءة ريد منها قلنا الكفاءة 92 هاي شنو قالت FULL LOAD حالة الفول الكفاءة جد عندنا 92 وجد هنا X رائعا يكتبرها 1 أما نعتبرها 1 أو أما ندخلها بالقانون لأن احنا رحنا نعتبرها الأساس هي فالكفاءة 92 يساوي الـ Unity Power Factor وعندي الـ Output هو 600 فالـ 600 في واحد هذا الـ Output على الـ Output زائد الـ Iron Loss هاي WI زائدًا هنا ما فهو عي تربية WCU اللي هو الـ Power Loss فهنا نصر 600 زائدًا WI زائدًا WCU اللي هو الـ Power Loss بدون من الـ I تربية في 100 فهنا عندي متشهوليًا أبسط المعادلة يعني أقسم الـ 600 على 92 بعدين أنقل الـ 600 فنطرح فتطلع لي WI زائدًا الـ Power Loss يساوي لي 52.174 كيلوات ها المعادلة الأولى طبعا احنا ذكرنا كيلوات لأن احنا ما ضربنا كيلووات أمتير بالـ 1000 احنا هاي حالة الـ Full Load يحتاج لبعد معادلة حتى أطلع الـ Loss ناخذ حالة الـ Half Load الـ Half Load الـ X الشاح الساوي لنصف مقدار الـ Nisperation يعني الـ Actual للـ Flood هو نصف ها الكفاءة مساوي نفس الشي للنسبة للـ Half والـ Flood 98 نصف مقدار الـ X في 600 في الـ Power Factor هاي مساوية نفس الشي هنا عن الـ ArtWall زائدًا الـ Iron Loss ثاب كما تتغير زائدًا الـ Cover Loss ربع 20% في الـ X تصير مربع النصف في الـ Cover Loss في مليون ايضًا بسط هذه المعادلة تطلع الـ Iron Loss زائدًا تتربع هذا الـ 0.5 في الـ 0.25 في الـ Cover Loss هنا هاي مشافتك لأن هذا معامل الـ Cover Loss يساوي لي 26 0.0 87 كيلوات هاي المعادلة الثانية من المعادلتين من المعادلة من المعادلة من quarterback و من المعادلة الخسائر و حلوعان ، لتطلع و� kunne بعض كل مدلّة قيمة الأمر الثانية معلولة نعود وحدة بالثانية نتطلع قيمة العير اللوز والخضر اللوز صارت قيمة من الخسار المناخة فيهوين من الحديدية معلوم بس ننجي بالمطلب اللي هو الكفاءة 60% من الكلوز والفور فاكتر عندما يكون 60% من الكلوز هو او بوين 2 فهنا 60% من الكلوز الفور فاكتر 0.8 إذن الـ X جد قيمة 60% 0.6 طب كفاءة ساوي قيمة الـ X 0.6 في 60000 كيلو هولت أمتير الفور فاكتر التلف لما دلوج جديد 0.8 في نعنى ما بهادو 100 ما بهادو فقط في 0.8 اللي هو طبعاً هذا المقدار نفسه ماذا 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 هو 0.6 600 في 0.8 فقط زائداً الـ IRON Loss نفس القيمة 17.30 نربع قيمة الـ X ونضربه في الـ CopyRose اللي يطبعنا ها هناك قيمة الكفاءة باللود 60% من الـ FullLoud 25% وكسار للـ Y من الـ من ها الـ 14 11 12 20 30 250 كيلبولت أمتير اهنا بلاد مو 250 150 خطع يعني قيمة ترحيحة يمي و 15 كيلبولت أمتير سنجل 50 هات 4 لوز 1.4 كيلوات و 1.6 كيلوات و أول شيء كيلبولت أمتير لوز و و و و و و 5 �ure 5 أخذ و و كيلبولت أمتير قادنا ό diagonal �lica س نجعل كيلبولت في تح Tony إبغاء Care كور سنجعل ف اللي هي 250 و 250 تحت الجذر هنا الكورلوس هي الايرولوس يعني فالكورلوس مو 1.4 لا واحد وستة يعني هنا نتبادلون القيم الكورلوس راح يصير 1.4 ونعنى 1.6 فالصوير بتحت الجذر 1.6 على 1.4 سمطيني قيمة الكيلولت امتير وين بالماكسيموم افشيانسي ورايد ايضا الماكسيموم افشيانسي الماكسيموم شا ساوي لي الاوتوت على الاوتوت زائده فا طلق بما انه هنا ماكسيموم يعني اللوس متساوية الايرولوس هي متساوية من تساوي قيمة الايرولوس ثابتة 1.4 زادي 1.4 تساوي الاثنين وثمانية بالعشر كيلوات ايضا هنا طلاب خلي اوضحها شغلت لازم بالماكسيموم افشيانسي قيمة الايرول هي تبقى ثابتة والكبر هي تساويه يعني مو اعتمد الكبر لان الكبر متغيره الايرول هي ثابتة نرجع واخذ قيمة 1.4 لذلك راح نعتمدها هي 1.4 هي الكبرلوس فهذه القيمة هي راح خطأ يعني تحت الجذر 1.4 على 1.6 اذن هي هاي تصحفوها والسؤال تبقوا نفسه قيمة الكبرلوس 1.6 والايرولوس او الكبرلوس هي 1.4 يعني مو مثل ما ذكرت بداية السؤال الخطأ راح يصير هنا يعني تصححها 1.4 على 1.6 ونرجع نحل التوتال لوس بالماكسيموم افشيانسي اه ناخد الايرولوس اللي هي واحد واربعة ونجمع وياها اللي هي تعتبر الكبرلوس مساوية فنجمعها وياها تطلع لي التوتال لوس هاي وين بالماكسيموم افشيانسي الاوتوت مش اخذ اخذ الكيلو فولت امتير وين بالماكسيموم طلعت بحالة الماكسيموم ونضربة في البرج في البرج في السؤال واحد هاذ هو الاوتوت فيس الماكسيموم افشيانسي ساوي الاوتوت مية وستين تقسيم الاوتوت الاوتوت زائدة للتوتال لوس الاوتوت هو مية وستين ونجمع وياها التوتال لوس صير مية وستين وستين بوينت ثمانية وننتبه للوحدات اثنانا محديها بالكيلوات ويساوي لي ثمانية وتسعين واثنين بالمية هاي الماكسيموم افشيانسي المطلب الثاني اذا افشيانسي اطهال فول لوت او بوينت ثمانية بو فاكتر ليدنك هناش يريد يريد الكفاءة بس وين بالهالف فول لوت يعني القانون نفسه مع الكفاءة والاكس ساويه او بوينت فايف نصف فبالبداية نجي لانه منطينين فول لوت منطيني الكيلو فولت انتير منطيني الايرون لوس والكوبر لوت هاي حاكي الفول لوت فايسا اجي الكوبر لوس بالهالف فول لوت هاي شي ساوي لي اضرب قيمة الكوبر لوس 1.6 في الاكس تربيه نصف تربيه هاي تنطيني الكوبر لوس وين باللوت الجديد اللي هو النصف الهالف فول لوت التوتال لوس اجمع الايرون لوس ال 1.4 والكوبر لوس الجديد اللي هنا طلعناه او بوينت فور تطلع لي وون بوينت ايت كيلو وات الاوتوت نضربه نفس كيلو بوت ام بير منضربه في نصف في مية والخمسين على اثنين يعني ضربناه في الاكس اللي هو نصف في الفور فاكتر من طيب السؤال او بوينت اثمانية از اللوت الهالف ساوي لي ستين كيلو وات بعدين اطبق قانون الكفاءة ساوي الستين على ستين زائدن توتال لوس اللي هي اون بوينت اثمانية كيلو وات او نقدر يعني بدل مع مجموعة خطوات نقدر نقول الكفاءة تساوي اكس اللي هي نصف في اكس في كيلو وات ام بير اللي هي مية وخمسين في القور فاكتر او بوينت اثمانية على اكس في مية وخمسين في القور فاكتر او بوينت اثمانية زائدن ايرل لوسي ناخده من السؤال 1.4 واكس تربيع اللي هي او بوينت فايت تربيع في 1.6 تطلع لمباشرة تسوا كسعين بالمين هاي الكفاءة بالهالف اللوت مثال الخمسباش امينتين كيلو وات امير ترانسفورمار هاد افشينسي او بوينتسعين بالمية او فول لوت افده ماكسوم افشينسي اكيول او او فول لوت كالكولي افشينسي او هالف لوت اسيوم نقليجيبول ميغنيتازين كيرينت اند فور فاكتر او بوينت اثمانية او لوت اريد الكفاءة بالهالف لوت احنا اذا نريد الكفاءة يعني افكرت هاي الخطوات نطلع الخسائر اهنا منطي كفاءة بالفلوت او بوينتسعين بالمية بس الخسائر ما منطيها شو منطي معلومة المكسوم افشينسي اكيورز او فري كوارترز او فول لوت المكسوم افشينسي شوفت تكون بثلاثة ارباع الفول لوت ثلاثة ارباع الفول لوت المكسوم افشينسي واحنا نعرف بالمكسوم افشينسي الايرل لوت هي نفسها الخسائر نساوية فبالبداية نجي لحالة الفول لوت عندي كفاءة ثمانية وتسعين بالمية عندي كيلو فولت امبير يعني اقدر اطلع الاوتبوت فعندي كفاءة او اوتبوت نقدر نطلع التوتال لوت الاوتبوت ميتين في او بوينت ثمانية هال كيلو فولت امبير في الفول فاكتر طلعت من الاوتبوت الاوتبوت بالمية الاوتبوت على الكفاءة مزين الـ total losses شو ساوي لي؟ الـ output ناقصاً العفوين الـ output ناقصاً الـ output تطلع اشكاية 3.265K الـ وقت ماذا؟ او هناك غوبل تردون تطلقون قانون الكفائي يساوي الـ output على الـ output زائد الـ total losses تطلع مباشرة total losses هي 3.265K الـ وقت عايشة مثلي مجموع الخسار يعني الـ iron والـ cover اثنين عاكم مجموعين فهنا راح نفرض قيمة الـ cover losses هي X والـ iron losses هي وقت X زائد Y مجموث المشنطيني قيمة الـ total losses هذا اللي ضلنا نجي بالـ maximum الشفوك تكون 3 على 4 من الـ full load هسا انا هنا الـ iron losses هي تبقى ثابتة الـ cover loss شو ساوي لي اخذ قيمة الـ cover loss اللي هي مجمولة X واضركها في X تربية اللي هو احنا نفرق احنا هاي الـ X المتغير سمينا على مجمول اللي هو cover loss X ونضربه شنو بالنسبة الـ load بالنسبة للـ full load اللي هو 75% في X هي تمثل cover loss في factor هذا الراشيو اللي هو 3 على 4 تربية هاي وين بالـ maximum وفي شنطي ويساوي لي 9 اللي ربعنا القيمة في X على 16 هاي شنو 9 X على 16 هي الخسائر النحاصية بالـ maximum وفي شنطي هنا هاذا القيمة الشي تساوي لي بالـ maximum وفي شنطي هي نفس هاي قيمة iron losses فهي اللي رمزنا هوا فقيمة الـ Y 9 X على 16 رح تساوي لي هس هنا اعاوض قيمة الـ Y وين بالمعادلة هاي الأول من عاوضتها صار تبدلات الـ X استخرجنا قيمة الـ X اللي هي الـ يساوي لي 1090 وان بعدين نعاوض قيمة الـ X بالـ Y تطلع لقيمة الـ Y اللي هي الـ هي 1175 وان طلعت قيم الخسائر حتى نقدر نطبق قانون الكفاءة بالـ half float اللي هو المطلوب اما تقولوا مباشرة القفاءة تساوي الـ X هنها شي تمثل لي او فاكتر اللي احنا عادي X طلقناه او رمزناه للـ نقدر نسميه نصف في KV اللي هي 100 KV نصف في 100 يعني رح تصير 100 في 0.8 على الآن هو نفسه نصف في 202 0.8 زاعدا Loss هي نفسها اخذها 1175 و الكبر لا اضربها في X تربيع اللي هي النصف تطلع مباشرة 97.9% او اجي اطلع هنا كل كل مطلوب اطلعها منفرد او كل جزء اطلعها بشكل منفصل Cover Loss اضرب الخسارة النحاسية في X تربيع او هذا الفاكتر تربيع تطلع للكبر Loss هاوين بالهال Float ذلك اجي هناخذ X قيمة النصف و Power Factor 0.8 نعم Unity Power Factor 0.8 Total Loss نجمع Cover Loss و Aural Loss ثم ثم نقسم Output على Output Total Loss موضوع All Day or Energy Efficiency احنا سابقا بالترانسفورمر كما نظر لكفاءة بصورة الاعتيادية هي Output Power على Unput Power هنا بهذا الموضوع بعض الترانسفورمر وهذه ترانسفورمر يكون الأحمال متوزعة على طول اليوم يعني مثلا خلال 6 ساعات الأولى راح تشتغل Load معين بعدين 4 ساعات الأولى Load آخر يختلف وهكذا حد ما تكمل 24 ساعة هنا فساب الكفاءة بهذا الحالة راح يختلف ليش لين راح يدخل وقت عامل الوقت على حسابات الكفاءة فهنا Output Power راح نضربها في عدد الساعات يعني نشكل عدد الساعات لشان مقدار الPower بهذا الوقت وبعدين نقسمها أيضا على Output على Unput Power نضربها أيضا بالعدد الساعات حتى نطلع الكفاءة خلال 24 او خلال اليوم All day يعني بما انه الPower ضربناها في عدد الساعات معناتها يعني استخدمنا KW في number of hours يعني KW اللي هي تعتبر Energy فهنا هاي الكفاءة الكفاءة All day Output وحتة KW يعني Energy خلال 24 على الOnput نفس الشيء راح يكون بالKW هاي هي All day تستخدم إذا كان عندي خلال 24 ساعة أحمال مختلفة 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 أ real أربعة ونصد كيلوات واند امتظ كة أربعة ونصد كيلوات على الالترانسبورم. المنبر او فورد هنا عدد الساعة. يعني الست ساعات الاولى راح يكون قيمة اللوت هو اربعمية كيلوات. والباور فاكتر الله هو او كوينت ثمامية بعدين العشر اللي بعدها العشر ساعات اللي بعدها تثمية كيلوات والباور فاكتر خمس وسبعين بالمية. الاربع ساعات اللي بعدها. مية كيلوات. اللوت هذا. قيمة اللوت. والفاكتر او بوينت اثماني. اخر اربع ساعات من اليوم هي نو لوت. يعني احنا ما اكو لوت. صفر. اهنا ذكرنا اذا احنا موجود الاحمال اه مختلفة لازم شنو نطلع ونضربه في شنو في عدد الساعات. يعني انيرجي. في هنا انا الاربعمية اذا اريد اطلع الاربعمية لانريد نفس كفاءة الاربعمية الاربعمية او الاربعمية او الاربعمية انا هو نطلحه بالاخير سنقدرون نتقدمونها على الخطوة رح ناخذ الاربعمية خلال اروا عشرين ساعة نضرب الاربعمية ثلاثمية في ستة لهذا الساعة زائد ثلاثمية في عشرة ونجمع اياها اخر حمل اللي هو مية في اربعة اخر اربع ساعات صفر يعني ما اكله هايش تنطيني تنطيني الاوتوت هاذ هو الاوتوت ستة في اربعمية ونجمعنا وياها حمل مية الاربعمية عشرة في ثلاثمية هاي عدد الساعات عشرة زائدين اربع في مية تنطيني خمسة الاف وثمانمية كيلوات اول نتبه هنا عن انيرجي بالنسبة الارولوس حتى لو بالنولود هي موجودة لان هي كونستان فنضرب مباشرة قيمة الارولوس المنطيها بالسؤال في الاربع عشرين ساعة لان هي مساوية حتى لو اختلف اللود خلال اليوم اربعمية اتنية مية هي هنا مساوية وصفر كلهم مساوية نفس القيمة فاضربها في مجموع عدد الساعات اللي هم هذة الاربع عشرين تنطيني الارولوس تاوي الاربع عشرين في ثلاثة ونص قيمة الارولوس الاربع وثمانين كيلوات اول ونصفر طلعنا الاربع والاربع بقى الاربع الحسائر النحاسي هاي هنا راح تختلف اللي راح تجاع يختلف اللود خلال كل فترة شكل فهنا اكيد الاربع يختلف هنا ذكرنا اذا اختلفت اللود اللود اذا اختلف الخسائر النحاسي شو نطلع نضرب شكل اللود الجديد نسبته للفول لود اللي هي رمزناها بالأكس نضربها في اكس تربيع قلنا فهذا لازم نطلع الكيلو فولت امبير لكل حالة من اللود ونقسمها على الفولت امبير القديمة تطلع لقيمة الاكس نشوف شكل اللود معين شكل نسبته للفول لود تطلع لقيمة الاكس الربع قيمة الاكس ونضربها في الخمسة بوينت اربعة اللي هي الكوبرلوس ليش نقسمها على الخمسمية لان انا الخمسمية عندي خسارة نحاسية فمن الربع هاد القيمة ونضربها في الخسارة نحاسية ننطيني الكوبرلوس لكل لود نجي للود الاول نقسم الاربع مية على الاو بوينت ثمانية ذير شنانة لان كيلو وات اقسمها على شنطيني كيلو فولت امبير لان الكيلو وات يساوي لكيلو فولت امبير في فور فاكتر فاني اريد الكيلو فولت امبير نقسم الكيلو وات على الو فوينت ثمانية فهذا للود الاول قسمنا الاربع مية على فوينت ثمانية فوينت ثمانية نقسم وكيلو وات مية على الهي او بوينت ثمانية مية الاوبينت تطلع لي مية وخمسة وعشرين كيلو فولت امبير هاي شنو قيم الكيلو فولت امبير لكل لود نعنا عدي اه اربع احمال او ثلاثة اخر لودة الصفر فهنا طلعنا ثلاثة حالات يعني ثلاثة لود فهنا يحتاج لي ثلاثة كيلو فولت امبير زيان نقسم كيلو فولت امبير على المدودة بالسؤال حتى نطلع يعني اعتبر هاذ الاكتول وذاك الفول لود حتى اطلع قيمة الاكس اللي هي الراشيو الاكتول للفول لود اول حالة هي خمسمية نعنا بسؤال هي مضيحة خمسمية واللود الاول طلعناها لكيلو فولت امبير خمسمية فخمسمية على خمسمية واحد يعني هنالكوبرلوس نفسه اخر لفول لود اربعة ونصف نفسه مع اربعة نجي للود الثاني تلاثمية تلاثمية كيلو فولت امبير اربعمية كيلو فولت امبير هذا اللود الثاني اثناء تقدرون ترقبون مثل اللود الاول يش قدل كيلو فولت امبير مثلا لود ثاني وهكذا حتى تتميز الضغين فهنا هناخذ الكيلو فولت امبير للود الثاني اللي هي اربعمية واقسمها على اللود الفول لود اللي هي خمسمية لبسؤال هادي فاخذ الاربعمية على الخمسمية جي نشي تمثل الاكتشوى على الفول لود تمثل لقيمة الاكس هذي الفاكتر اللي ينضربه بالكوبرلوس اللي هو اربعة نصف والرابعة طبعا لان اكس تربيع في الكوبرلوس تطلع اللي هنالكوبرلوس كوين باللود الثاني اللود الثالث هنا الكيلو فولت امبير هو اش قد الى مية على ما نطلع نها مية وخمس وعشرين كيلو فولت امبير نقسمها على خمسمية والربحة بنضربها بالكوبرلوس ازي انا تلاحظون هالكوبرلوس نرخضناه للفول لود هو نفسه طبعا فقط بالتتغير هو الفاكتر هاي الريشي طلع اخر شي قيمة الكوبرلوس لللود الثالث الحالة الرابعة او الاربع ساعات الاخيرة ما بيها لود لذلك ما ما اكو الكوبرلوس ازي احمال بس شنو بالكيلو وارد احنا ريد هن بالندخل الوقت يعني انيرجي ناصل لهم فنضرب كل حمل ويعادل الساعات الى اول حمل هو اربع ونص في عدد الساعات الى ستة هاي جاينا اخذ توتال كوبرلوس ان اربع وعشرين ساعات مجموعة فست ساعات في اشقد هنان الالوز ازيلي اربع ونص زائدا الحمل الثاني عشرة تنتبهون كل حمل تاخدون العدد الساعات ويا بالمضبوط ثنين وثمانية وثمانين كيلوات زائدا الحمل الاخير او قبل الاخير اربع ساعات اربع ساعات في قيمة اشقد او بوينت اثنية اثمانية واحد كيلوات اخرى حمل الصفر تمطيني التوتال انيرجي شن هذي اللوز للكوبرلوس خسائر من خاصيل هسه مباشرة نطبق قانون الكفاءة اللي هو الاوتوت على الاوتوت زائدا التوتال لوس طبعا احنا نقول الاوتوت ما قلنا باور لان احنا انا انيرجي ف الاوتوت ناخده اللي استخرجناه احنا هاي الخطوات قدمناها بالبداية شرحناها خمسة الاف ثمانمية كيلوات اوار وحدات ضروري ستواحد على الاوتوت هو منيفسة زائدا نضربها في اربع عشرين ساعة لازم زائدا نجمعmond يعني ايرو اللوز اللي اياها اربع وثمانين نجمع준ها نجمع ولياها اوة التوتال لوس طبعا نصدينية التوتال لوس داتي تسامية butter اوة التوتال لوست نقسمهم تطلع قيمة all day efficiency 97.16 المثال السبتعاش find all the efficiency of a transformer having maximum efficiency of 98% 15 kV of unity power factor unloaded as following 12 hours هنا منطي read all the efficiency منطي maximum efficiency ها قيمة المقسمة 98% منطي كيلو فولت امتير والبور فاكتر واحد توزيع اللوت خلال 24 ساعة اول 12 ساعة تكون ثنية كيلو وات والبور فاكتر هنا جقل 0.5 البور فاكتر لاك الست ساعات اللي بعدها 12 كيلو وات والبور فاكتر هو 0.8 اخر شي اللي هي الست الساعات الاخيرة هنا يعني صفر كيلو وات صفر هنا ايش نحتاج مو بالمثال السابق كان عندي عارا لوسز وعندي كابر لوسز فمجرد انا اخذت نسبة الهن للاحمال الجديدة هنا منطلع maximum efficiency ومنطيم كيلو فولت امبير هنا بالمكسما اخذ كيلو فولت امبير واضربه في الونيتي بور فاكتر وقسمه على على الاؤوت زادة لتوتالوس هنا اطلع اللي هي طبعا الاؤوت 15 في واحد اللي هو الكيلو فولت امبير في واحد والاوتوت على الافيشنسي طلعت الامبوت هسا اطلع الاؤوت ناقصا الاؤوت منطلعت الاؤوت بما انه هنا maximum efficiency فهنا اقدر اطلع جقد الحسارة ليش لان بالمكسما افشنسي الcover loss هي نفسها الارا لوس فهنا مجموعهم نقسم total على اثنين افشنسي since efficiency is maximum the losses are divided equally between cover and iron فهنا الcover loss بل 15 كيلو فولت امبير ساولي 306 على اثنين 150 واند الارا لوس نفس الشي نفس القيمة الان هي maximum efficiency اطلع نقيم الخسائر الارون والكوبورد حسا نرجع نفس خطوات المثال الثامن اطلع كيلو فولت امبير لكل لوت اول لوت هو اثنين كيلو وات طبعا نتبه هنا انا منطيم كيلو وات يعني مو كيلو فولت امبير طبما انا منطيم كيلو وات اقسمها على power factor هذا اللوت الاول اللي هي 12 ساعة الاولى اطلع منها الكيلو فولت امبير اه هاي اثنين كيلو وات والبور فاكتر ايه نصف تنطيني اثنين على او بوينت فايف تنطيني اربع كيلو بوت امبير هال اللوت الاول بعدين الست ساعات الاخرى يعني 12 كيلو وات نقسمها على او بوينت ثمانية او بوينت ثمانية تنطيني كيلو بوت امبير للاثناش كيلو وات اللي هي 15 كيلو بوت امبير حالة الاخيرة او است ساعات الاخيرة هي نولود يعني صفر هسه اطلع الكوبرلوت لان طلعت الكيلو بوت امبير اللي هو هذي اعتبر الاكتشوال الاخمستاش والاثناش هسه اقسمها على الاخمستاش اللي انا نسبة اللي هراح ااخدها حتى اطلع الفاكتر او الرايشيو واربوحها واضربها في الخسائر للاخمستاش اه اقسم اربع كيلو بوت امبير هذي الاكتشوال اللي انا اريد الى الخسائر المحاسية نقسمها على الاخمستاش اللي هي موجودة خسائره طلعناها 153 طبعا المكسوم هاي حالته مكسومم نربع هذي الفاكتر واضربه في 153 هاي الخسائر المحاسية للحالته المكسومم يطلع لي الكوبرلوس لاثنين كيلوات يعني الحمل الاول نجي للحمل الثاني كيلو بوت امبير هو اش قد 15 نقسمها على 15 يعني واحد يعني نفسه هنان نعم الحمل هو نفسه فواحد اذا الكوبرلوس الى نفسه هي 153 الخسائر هنانا بالواط احنا نريدها في عدد الساعات نضرب اول خسائر الكوبرلوس في العدد الساعات ان هاللود الاول اللي هو 12 ساعة 12 ساعة في 10.9 هاي اول اول لود الخسائر نحن نسيب الاول لود ونجمع وياها هنان نفصلها شوي نجمع وياها الست ساعات الثانية الستة في 153 نجمعهم تنطيني الواط اول 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 خلال شنع الكوبرلوس هس الارلوس مجرد نربوط العفور نضرب الاربع وعشرين ساعة في الخسائر اللي منطيها ولي احنا هنانا طلعناها احنا مية وتاتة وخمسين لان هي ثابتة. تطلع قيمة اللي هي ثلاثة وست مية واثنين وسبعين كيلوات اوض. الاوتوت طبعا هنا ننتبه الارالوز نضربه في اربع عشرين ساعة لان خلال اربع عشرين ساعة هو موجود الايران يوض. حتى لو ما يكون الوض بالاخر شيء. الاوتوت اه بالاربع عشرين ساعة نضرب اه اثنين كيلوات في عدد الساعة. ونجمعه اياه ما عاش كيلوات اللوات الثاني في ستة. يطلع لي توتال اوتوت. خلال الاربع عشرين ساعة. تس اه ستة وتسعين كيلوات اوض. هس الكفاءة نقسم. وم طلع الانفوت. الانفوت شنجمع? نجمع الاوتوت زا ادن توتال لوس. توتال لوس نجمعه اياه الايران والكوبر. طبعا الكل وحدات هن هنا انيرجي اتبر. فيطلع الانفوت مية وثنين وسبعين كيلوات اوض. هس الاوتوت على الانفوت في مية. تطلع قيمتها خمسة وتسعين وثلاثة بالعشر. اشتركوا في القناة